اهلا بحضراتكم في نشر الجيدة المجموعة من اهم وابرز اخبار اليوم من تلفزيون اليوم السابق البداية من مكتب موقع التنسيق الالكتروني حيث سيغلق اليوم باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصرين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات وايضا دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية لعام 2023 ذلك وفقا للجدول الزمني المعلن لأعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلوميات الفنية والذي انطلق يوم الاثنين الرابع من سبتمبر الجاري الى الشأن الليبي وتطورات الاوضاع حيث اشهد مدير ادارة الاعلام والتعبئة في القيادة العامة للجيش الليبي المتحدث الرسمي باسم القائد العام الواء احمد المسماري بالدعم المصري للدولة الليبية واصفها النصر بالسند والداعم للأمة العربية فقد ارسلت امدادات ومساعدات عاجلة للليبيين جاء ذلك خلال لقاء خاص مع تلفزيون اليوم السابع اوضح المسماري ان الدولة المصرية الاكثر تفهما ومعرفة بالمتطلبات العاجلة والسريعة التي يحتاجها ابناء الشعب الليبي من دعم اللوجستي وتوفير للأدوية مشيدا بقرار رئيس سيسي بارسال حاملة طائرات ميسترال والتي ستسهل مهمة الطيران العمودي في نقل المصابين الى الميسترال بالاضافة لتوفير مستشفى ميداني يساعد في انقاذ الحياة الحركة وتقديم سبل العلاج اللازمي وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيل معارض اهل مدرسة على مستوى الادارات والمديريات التعليمية بتوفير الادوات الدراسية باسعار مناسبة لاولياء الامور في اطار تخفيف العب عن الاسر فيما شددت الوزارة على عدم اجبار اولياء الامور على شراء الزين مدرسي للطلاب من اماكن بعينها اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر للعام الحالي الى السبت 8 من يونيو لعام 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة لمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات على ان تبدأ اجازة نصف العام الدراسي يوم السابع والعشرين من يناير عام 2024 كما اعلنت الوزارة انه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الاشبوع الاخير من شهر اغسطس الجاري ذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لاخذ الموافقة اللازمة رياضيا واخيرا يختتم فريق الكرة بالندي الاهلي استعداداته مساء اليوم لمباراة السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها التاسع مساء الغد على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية يقوم سويسري مارسل كولر المدير الفني بتحفيظ لعب الفريق خطة اللعب للمباراة خلال المحاضرة التي تسبق ميرانيليو كما يقوم كولر ايضا بتنفيذ بعض الخطط الفنية التي يهدف من ورائها الى تنفيذ فكره والفوز على بطل الجزائر غدا من اجل حصد السوبر الافريقي كانت قد وصلت اول امس الثراثاء بعثت الفريق الاول لكرة القدم بالندي الاهلي الى فندق الاقامة بمدينة الطائف بمملكة العربية السعودية لخوض مباراة الشوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة الجزائر مشاهدين كانت هذه مجموعة من اهم وابرز اخبار اليوم قدمناها لحضراتكم من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا مع نطيب المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة